أي قرار اقتصادي لازم يبقى له سلبيات وله إيجابيات مفيش قرار في الدنيا ملوش الجانبين بس العبرة بأيهم أكبر يعني كلينا نبدأ بالجانب السلبي عشان محمد قال ليش جانب سلبي والجانب السلبي على المدعين واضحة المدع اللي هو بيداخل أمواله في البنوك فبدل ما بياخد فايدة كان مثلا 16-17% هياخدها 14% فده طبعا تضرر وده فئة كبيرة إن فئات كبيرة ما عندهمش قدر على الاستثمار ويحطوا أموالهم في البنك فدول طبعا هيتضرروا الضرر التاني إن ممكن احتمال الأجانب اللي بيخشوا لمصر عشان يشتروا أقزون الخزانة نظرا لسعر الفايدة العالية ده ممكن طبعا يقل شوية نسبة الأجانب اللي يخشوا نظرا لإيه إن سعر الفايدة هيقل بس ممكن يدخلوا يستثميروا مصر طبعا وده يبقى أفضل لكن احنا كنا جزء كبير من الاحتياط اللي بيخش لمصر جاي من دخول الأجانب في زون الخزانة في الحقيقة فده طبعا ممكن يقل دي لحد ما الجوانب السلبية الجوانب الإجابية أكتر في الحقيقة في هذا القرار أولا التوقيت توقيت في هذه الفترة لحد ما الاقتصاد قد يكون بيمر بحالة شبه ركود التضخم قل هذه الفترة وفق البيانات الحكومية قد يزيد الفترة الجاية طبعا نتيجة أثر البنزيل لسه ما ظهرش عليه لكن في الفترة الحالية البيانات بتقول قل فده توقيت صحيح أنه نخفض سعر الفايدة لأن تخفيض سعر الفايدة هيؤدي إلى تخفيض تكلفة التوميل فده هيؤدي إلى تشجيع المستثمرين أنهم ياخدوا جروض أكتر معنا كده أنه ممكن يؤدي إلى زيادة الاستثمار في يعمل انتعاش فيه السوق وده المطلوب اللي احنا نعمل انتعاش في السوق كل ما يزيد الجروض كل ما معناه استثمار أكتر كل ما معناه سياسة توسعية ويزيد حجم الانتاج ويمتعش الاقتصاد الشيء الثاني أيضا الإيجابي أن مديونية الحكومة هتقل أنت عارفين الحكومة بتقترد داخلي من خلال أذون الخزانة اللي بيترحها البنك المركزي دائما عشان يمول بها وزارة المالية تمول بها عجز الموزنة فلما سعر الفايدة يقل يبقى إذن الفايدة على أذون الخزانة هتقل فكده المديونية الداخلية هتقل أيضا ده ممكن يؤدي إلى انتعاش فيه البورصة لأن البورصة لحد ما بديل إلى بديل استثماري للمدخرات في البنوك هندي البورصة وقتها يعني نتكلم عليها في نقطة مفضل يعني بس أكملها بس الفكرة أنه ممكن الناس تزود استثماراتها في البورصة لأنها هيكون العائد من البورصة أكبر من العائد في البنوك بكتير فده بيزود الاستثمار في البورصة فده ممكن يؤدي إلى انتعاشها وخاصة لو كان سوء الإصدار اللي هو بيزود الاستثمار ترجمة نانسي قنقر